في تصعيد أعاد للأذهان أجواء الحرب الباردة وبين الاتهامات والتحقيقات التي تتصدر تصريحات مسؤولي بريطانيا وروسيا وبعد يومين من تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي التي اتهمت فيها روسيا بأنها كانت وراء الهجوم بغازل الأعصاب على جاسوس روسي سابق في إنجلترا أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ستطرد دبلماسيين بريطانيين قريبا ردا على قرار لندن بطرد دبلماسيين الروس أما الكريملين الروسي فقد أكد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف أن روسيا تعتبر موقف بريطانيا غير مسؤول وأن موسكو تعد للرد على الإجراءات التي اتخذتها لندن ضدها بلا أدلة فيما أبدت زارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للعمل مع لندن بالتحقيق في هجوم ضد العميل المزدوج الروسي لكن بريطانيا لا تزال رافضة أستطيع أن أقول رسميا أن لندن ترفض تقديم أي نوع من المعلومات الواقعية بشأن هذه المسألة كما أن ليس لديها نية لتزويدنا بعينات من المادة التي تم العثور عليها في الموقع من الجانب البريطاني أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن الشرطة البريطانية قد تستهدف الروس الفاسدين الذي تأكدت صلاتهم بالرئيس الروسي على حد قوله ما يرغب الناس في رؤيته هو بعض الأشخاص فاحش الثراء المرتبطين مباشرة ببوتين والذين ربما تستطيع أجهزة القانون والشرطة أن تصدر أوامر ضدهم هذا وأبدت فرنسا اتفاقها مع بريطانيا على أن روسيا كانت وراء الهجوم وأنه لا يوجد أي تفسير عقلاني آخر مؤكدة انتضامنها مع حليفتها محمد العضياني الإخبارية ترجمة نانسي قنقر